السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنبدأ شابتر جديد بعنوان Arrays سنرى كيف نستعمل المصفوفات في C++ سنرى One Dimensional Array كيف نعرف كيف ننسوي Initialization للمصفوف One Dimensional ونفس الشي بالنسبة لل Two Dimensional Array ما يسمى بالMatrix كيف ننسوي Declaration وكيف ننسوي Initialization وكيف ننتعامل معها في الأخير سنقوم بحل بعض المسائل التي تستعمل Arrays بالنسبة لل One Dimensional Array أولا تعريف An array is a complex type representing a series of elements of the same type organized in contiguous memory location يعني أن المصفوف هو عبارة عن سلسلة من العناصر عندها نفس type نفس النوع يقع تخزينها بطريقة متجاورة في الميموري لو أردنا أن نعرف مصفوف في C++ نقوم بكتابة اسم المصفوف قبل الاسم نضع type لو أردنا أن يكون مصفوف يحتوي على أعداد سنضع هنا مثلا int أو float لو كان نريد أن يكون حروف سنضع char إذن ثم اسم المصفوف وبين القوسين حجم المصفوف مثلا لو كتبنا int T4 الكمبيوتر سيعرف مصفوف يمكن أن نرمز له بهذه الطريقة T سيؤشر على هذه الخانات 4 خانات الخانة رقم 0 رقم 1 رقم 2 رقم 3 تلاحظون أن في البداية كل هذه الخانات فارغة لم نضع أي قيمة داخلها رقم الخانة يسمى index الآن بالنسبة لي الانيسياليزاشن والتي تتمثل في وضع قيم داخل المصفوف إذن رأينا أن هذا السطر يقوم بتعريف مصفوف T يحتوي على أربع خانات لو أردنا أن نضع قيمة داخل الخانة الأولى الخانة رقم 0 نكتب T بين قوسين 0 يساوي 2 إذا الكمبيوتر يروح للخانة رقم سفر ويضع القيمة الثنين تي واحد يسوي خمسة الكمبيوتر يروح للخانة رقم واحد ويضع داخلها خمسة تي ثنين يسوي واحد الكمبيوتر يروح للخانة رقم ثنين ويضع داخلها القيمة واحد ثم تي ثلاثة يسوي ثمانية الكمبيوتر يروح للخانة رقم ثلاثة ويضع فيها القيمة ثمانية بإمكاننا عوضاً أن نكتب كل هذا الكود أن نختصره بهذه الطريقة في C++ يمكن أن نختصر الكود اللي في الأعلى بهذه الطريقة إن T4 هذا الجزء يعرف مصفوف T يحتوي على أربع خانات يساوي القيامة التي نريد أن نضحها داخل المصفوف الخانة الأولى سنضع 2 ثم سنضع 5 ثم في الخانة اللي بعدها 1 والخانة الأخيرة 8 وبإمكاننا أيضاً أن نكتب إن T بين قوسين ولا شيء ما حددنا حجم المصفوف الكمبيوتر سيعرف حجم المصفوف حسب عدد القيام التي نضحها داخل المصفوف هنا عندي مثال لإستعمال المصفوف هذا الكود الأول يقوم بتعريف مصفوف T1 يحتوي على هذه القيام 3، 6، 9 إذن الكمبيوتر سيعرف مصفوف T1 يحتوي على 3 خانات سيضع في الخانة الأولى 3، الخانة الثانية 6، والخانة الأخيرة 9 طبعاً أذكر أن الخانة الأولى رقمها 0، ثم 1، ثم 2 هنا عندي for loop، سأقوم بتباعة محتوى المصفوف بإستعمال for loop في البداية I يسوي 0، إذن هذا سيكون الـ index أو رقم الخانة في البداية I يسوي 0، طالما I أصغر من 3، I++، والكمبيوتر سينفذ تباعة T1I، في البداية I يسوي 0، إذن 0 أصغر من 3، الكمبيوتر سيطبع T10، كم هي قيمة T10؟ ثلاثة، الكمبيوتر سيطبع 3، ثم نروح للـ I++، صار الـ I يسوي 1، 1 أصغر من 3، إذن سينفذ الكمبيوتر T1I، هنا I صار يسوي 1، إذن الكمبيوتر سيطبع محتوى T11، يعني محتوى هذه الخانة نروح للـ I++، صار الـ I يسوي 2، الشرط مازالة صحيح، 2 أصغر من 3، لذلك الكمبيوتر سيطبع T1I، 2، يعني محتوى هذه الخانة نروح للـ I++، صار الـ I يسوي 3، هل الثلاثة أصغر من 3؟ لا، صار هذا الشرط خاطئ يتوقف الكمبيوتر من تنفيذ الفورلوب المثال الثاني الآن إنت size يسوي 3، إنت T size يسوي 3، إنت I، إنت T2 هذا مصفوف ثاني، حجمه size 4I يسوي 0، I أصغر من size، I++، إذن سنملأ محتوى المصفوف الثاني T2I يسوي 3 بلاس I، الفور الثاني تقوم بتباعة محتوى المصفوف، إذن هذا السطر يقوم بتعريف مصفوف T2، يحتوي على 3 خانات، الخانة الأولى رقمها 0، الخانة الثانية رقمها 1، والخانة الأخيرة رقمها 2، I يسوي 0، إذن I أصغر من size، لذلك نقوم بوضع قيمة T20، إذن محتوى الخانة الأولى، تسوي 3 بلاس I، I يسوي 0، إذن هنا سنضع ثلاثة I++، صار I يسوي 1، ما زال أصغر من ثلاثة، لذلك نكتب T21 يسوي 3 بلاس 1 يسوي 4 I++، الآي صار يسوي 2، 2 أصغر من ثلاثة، لذلك نقوم بT22 يسوي 3 بلاس 2 يسوي 5 I++، I صار يسوي 3، صار ليس أصغر من size، يتوقف الكمبيوتر من تنفيذ الفورة الأولى، ويروح للفورة الثانية الفورة الثانية، نفس الشيء، عندي I في البداية يسوي 0، هو أصغر من size، لذلك نقوم بتنفيذ طباعة محتوى T20، نطبع الثلاثة I++، الآي صار يسوي 1، أصغر من size، ننفذ طباعة T21، نطبع محتوى T21 I++، ما زال الآي أصغر من size، إذن I++ صار الآي يسوي 2، أصغر من ثلاثة، ونطبع محتوى الخانة الثانية I++، الآي صار يسوي 3، صار هذا الشرط خاطئ، ينهي الكمبيوتر تنفيذ الفورة الثانية، وينهي البرنامج